السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أحبتي في الله أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة وهذه حلقة جديدة من حلقات النطق الصحيح للقرآن العظيم ووصلت مع حضراتكم إلى صفحة 156 سورة العراف لازلت في الجزء الثامن عندي الآية الأولى بالرقم 44 عندي علامة صلة على كلمة حقه ثم بعد ذلك جيم جواز الوقف على كلمة نعم فإذا رح نقف ممكن على صلة أو على نعم لا فرق أو ممكن نقف على كل منهما بعد الاستعاذة نأخذ نفس جيد عميق حتى أكون أنا مسيطر وما يروح مني النفس وبعدين تتأثر على الصفات والمخارج للحروف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ونادى لازم أنت تحرص على المدودة الطبيعية لحركتين ونادى وعندك الألفات هذه ممكن أنه أنا أسويها ونادى هكذا شوف اتسمت في الشفاء وهذا التقليل في الألفات هذا غير صحيح إمالة غير صحيحة إذن أباعد بين الفكين من غير اتسامة هذا اللي يقول لك ابتسم هذا اللي يقول لك كشر هذا اللي يقول لك معرف إيش طرعا ماكو يجي شيء الله تعالي يروا عنكم ونادى ونادى وعندك ما الطبيعي راح يتحول المد الطبيعي ألف ساكن قبل هذا المفتوح إلى مد جائز منفصل بسبب مجيء همزة أصحاب راح يكون هذا إما بقصر المنفصل حركتين من طريقة طيبة أو أربع خمس حركات من طريقة الشاطبية الطيبة حركتين ونادى أصحاب الشاطبية أربع خمس حركات ونادى أصحاب هذه كلمة أصحاب عندي هنا أصحابه وعندي أصحابة اللي راح أقوله هو ما ينطبق على الكلمتين الهمزة مرققة ويجي وراها صاد الصاد من حروف الاستعلاء ساكنة راح يجري فيها الصوت والنفس وأيضا صفير ومفخمة مرتبة رابعة ساكن لكنه البعض راح يسوي ليها أ أصحاب شوف أ أ أ أ هذه همزة مفخمة وهذا غلط لأنها جاورة الصاد فلا بد أنا أن أخلص الهمزة من أن تفخم ما أقول أ أصحاب لا أ أ أ أصحاب أصحاب أ أ أصحاب أ أصحاب أ أصحاب أ أصحاب أ أصحاب أصحاب شوف الصفير جريان للصوت جريان للنفس وعطيها تفخيب مرتبة رابعة طبعا أنا آسف أعتذر من عندكم لحد لأن آثار الالتهاب في الصدر والخيشوم ممكن أن تشوفون أنه الصوت شوي متغير فسامحوني بارك الله فيكم لأنني بس سجلت الدرس حتى لأن صارنا تقريبا قرابة أسبوعين ماكو درس في النطق الصحيح يبين النطق يعني يبين آثار الخيشوم خاصة في القراءة فسامحوني بارك الله فيكم الألف ساكنة قبلها حامف توحمة طبيعة حركتين أصحاب حتى لا أقول أصحاب أصحاب هكذا غلط فننتبه أصحاب الجنة بو الجنة باء مضمومة بعدين عندي اللام من الجنة قمرية لأن بعدها حرف متحرك الجيم أبغي حجك أو أخف عقيمه لازم أنت ما تسحب لضمة الباء من أصحابه إلى اللام اللام ساكنة أعطيها البينية اللام القمرية في كلمة الجنة فما تقول أصحاب شوف أنا ماذا سحبت ضمة الباء من كلمة أصحابه إلى لام الساكنة من الجنة وهذا من الأخطاء الشائعة فلا بد أن تخلص أصحاب الجنة هكذا والنون مشدد الغنة أكمل ما تكون أحبتي الأكارم فلا بد أن ننتبه ما أنظرها ما أقول الجنة لا الجنة تيأ تيأ وأيضا الهمزة في كلمة أصحاب الثاني اللي هي أصحاب النار نعوذ بالله من نار جهنم كما ذكرت لحضراتكم راسا راح يكون عندي اللام شمسي أصحابا بن لأن لديها همزة وصل واللام الشمسية بسبب مجيء حرق مشدد بعدها النون مشددة في كلمة النار الغنة كما لما تكون أميل الألف غلط هكذا ولا أنبرها النون المشددة عدم نبر النون والميم المشددتين والراء مراققة للمكسورة النون الساكنة بعدها قاف إخفة والقاف من حروف الاستعلاء ومرتبة ثانية لأن مفتوحة فلابد أن آتي بغنة مفخمة مرتبة ثانية هكذا ما تقول لي يعني جبت أنت غنة مراققة لابد أن تأتي بغنة مفخمة بحسب مرتبة القاف بعدها والدال مقلقة لقلقة لصغر في وسط الكلام لأنها مرتبطة بكلمة وجدنا ما راح أقف عليها حتى تصير هي في آخر الكلام أَنْقَدْ لَأَنْقَدْ وَجَدْنَا ولاحظ هنا كيف أنه أنا جبت القاف مفخمة أيضا يعني ما تجيب لي غنة مفخمة بعدين جيب لي قاف مراققة أَنْقَدْ أَنْقَدْ لا غلط أَنْقَدْ وَجَدْنَا وشوف كيف أنه أنا ما كورت الشفاء ما أقول أَنْقُدْ قُدْ وَجَدْنَا فهذا ننتبه أَنْقُدْ وَجَدْنَا لاحظتم؟ الله تعالين رضا عنكم والدال نضرب المخرج ونهرب بسرعة أي مخرج الدال هذا هو القلقلة اضطراف في المخرج تقول أَنْقَدْ وَجَدْنَا والدال في وجَدْنَا أيضا ما أنه تمسكها تقول قَدْ وَجَدْنَا هكذا أنت وقفت على المخرج وهذا ما له علاقة في القلقلة فلابد أن تنتبه بارك الله فيه إذن أَنْقَدْ وَجَدْنَا ما وَعَدْنَا وجَدْنَا أي وجدنا الذي وعدنا ما تقول ما وعدنا أي لم يعيدنا فأنت لابد أن تنتبه وين تعلي الصوات شوف بس تعلي شوية الصوات صارت ما نافية مع العلمية ما موصولة هنا وَجَدَنَا مَا وَعَدَنَا وَجَدَنَا الَّذِي وَعَدَنَا رَبُّنَا لاحظتم؟ فما ترفع للصوت مَا وَعَدَنَا غلط إذن مَا وَعَدَنَا وكلها راح تكون مفتوحة أعطيها حق الحركة وعندي طبعا وجدنا ألف ساكن قبلها نوم مفتوح مطبيع حركتين ألف ساكن قبلها مين مفتوح مطبيع حركتين وَعَدَنَا ألف ساكن قبلها نوم مفتوح مطبيع حركتين را هكذا نقرأ الرا من غير تكوير الشفاه هي مفتوحة فتفخم ما قل رو رو غلط را رب شوف الباشة دينا مجهورة من غير أن أجري فيها النفس ما قل رب ربنا لا ربنا هكذا بهذه الطريقة وألف ساكن قبلها نوم مفتوح مطبيع حركتين راح يكون عندي كلمة حق مرتين وردت ما وعد ربكم حق هكذا ما وعدنا ربنا ح ح حق شوف الح تذكر كلمة حلال حتى أنا أجيب الح المراققة ما أنا أقول حق لا ح حق حق في الكلمتين بس هنا راح يكون عندي طبعا القاف مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها راح يكون عندي تنوين فتح جاء بعدها الف فرح دائما نقول الأحكام النون الساكنة والتنوين مع الف إخفة باطن الشفة السفلة باطن الشفة السفلة مع الثنائي العليا من غير إطباق للشفة حتى لا أخنق الغنة ولكنه صير ميم فننتبه حق فهل حق فهل هكذا بهذه الطريقة حق فهل فهل و شوف اللامز في كلمة فهل ساكنة تتجلى صفاته في الحروف الساكنة البينية لأنه لنعمر من الأحرف البينية يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة وعندك وجدتم إدغام الدال فتا وهذا الإدغام ما هو الله تعالى يرضى عنكم إدغام متجانسين متجانسين لأن الدال والتا من نفس المخرج اختلفوا في الصفات فصير كأنه تا مشددة متجانسين وجدتم شوف بعدين عندك ميم ميم مع ميم ما وعد إدغام متماثلين فرح يصير ميم مشددة من غير كزل الشفة نسمع فهل وجدتم شفت فهل وجدتم ما وعد ربكم حق لاحظتم ميم من غير كزل الشفة وعد تمام الحركات را را شوف ما تقول له را أهم شي أنه تقرع را هذه را 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 أنه وين القرع مكان التكرير التكرير صفة للرا تعرف لكي توجد تنب لكن لا تعدم فبعض منكم يقول را ربكم را ربكم وين مدخل مدخل رأس اللسان إلى وسط ثقاف الحنك الأعلى وهذا غير صحيح لأن مكان قرع الرا مخرج الرا في المنطقة النحمية ما بعد الثنائي العليا وين والله ما قدر يجيبه إذن دائما نقول كرروا را حتى تعرف وين يجيب اللسان ر ر ر ر ر ر شوف هذا المكان الذي يصير في التكرير هذا مكان قرع الر بعد ضم الشفاء حتى ما تتفخم معاك وتصير كوم والميم مظهرة هنا ولا تسحب لضمة الكاف إلى الميم ربكم شوف نطقت الميم وأنا ضم الشفاء لأنه سحب ضمة الكاف إليها حق مرت معنا الحا مثل حلال حا لا أقول حق لمجاورتها للقاف وأقف هنا بصلاة الوصل الأولى مع جواز الوقف هنا ما الطبيعة حركة عفوا ما دعوض لأنه تنوي فتح إذا استمرت رح يكون بعدها قاف إخفاء بغنة مفخمة لأن القاف في كلمة قالوا مفخمة مرتبة أولى حقا قالوا حقا قالوا لا تقول حقا قالوا لا تكوير الشفاء لا يوجد لدي تكوير للشفاء هنا لا تكوير الشفاء هي مفتوحة فننتبه إذن حقا حقا قالوا بهذه الطريقة في الوصل قالوا هنا القاف كما ذكرت لحضراتكم مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها أليف الأليف بعدها تفخم تبعا للقاف الأليف ساكنة قبلها قاف مفتوح ما الطبيعة حركتين واللام مراققة بعدين عندي واو ساكنة ما الطبيعة حركتين قالوا نعم نعم شوف نقف مين مظهرة هكذا سكون بين السكون ما المين فأذن هذه دائما ركزولي على الذال شوف فأذن مؤذن شوف فأذن مؤذن هذه الذالات لازم تركز دي عليها لأنه الذال بجريان للصوت لا يجري فيها النفس ليست من أحرف فحثوا شخص سكت هذه لابدنا أن ننتبه إليها بارك الله فيكم بعدين عندك النون تنوين وضم جاء بعدها باء بينهم هذه إقلاب حكام النون الساكنة والتنوين مع الباء تقلب إلى ميم لكن أتم الضم بعد أن أتم الضم الله يبارك فيكم أنا أجيب الميم الإقلاب مؤذن مؤذن بينهم بهذه الطريقة لاحظوا يا أليم في كلمة بينهم ساكنة قبلها مفتوح فأنت ما تجي تصرر مؤذن بينهم غلط بينه بينه بهذه الليون والسلاسة وعندك الهاء مضمومة بعدين عندي كل الكلمات التي تنتهي بالهاء والميم كاف ميم تا ميم هذه أنا دائما أركز أن تكون مراققة ما أقول بينهم لا بينه بينهم أن شوف الميم كيف طلعتها مظهرة يعني أطلع السكم مالة الميم فيها مخرجين مخرج شفوي مخرج خيشومي لازم أجي ممثيناتهم أنا حتى تصفى عندي الميم أن ننساكن بعدها كلمة لام لعنة هنا رح يكون عندي إضغام بغير غنى شوف كيف رسمة شدة على لام لعنة فصير كأنه لام مشددة ألا ولا أطيل جريان الصوت في اللام المشددة هذا ما أحذركم منه دائما أنه لا يصير رخوة ليست الرخوة من صفات اللام بل البينية ألا بس ألا عنة شوف لا ألا مؤلع هذا غلط طولتها وصارت رخوة ومسكتها هذا من الأخطاء الشائعة والعين ساكن العين الساكنة تحتاج منك إلى أنه تنزل إلى وسط الحلق تحس من زعاش في المخراج كأنه عم تبلع شيء يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط للأمر حتى ما تقول لي لعنة قلقلتها أو لعنة هذه عائمة فإذن اللعنة 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 شوف تول الله التاء المربوطة من كلمة لعنة مضمومة قبل اسم الجلال الله تفخمنا من اسم الجلال الله دائما ما أذكر لكم بأنه اسم الجلال الله إن سبق بفتح أو ضم تفخم اللام إن سبق بكسر أو يا ترقق اللام لكنه ما أفخم التاء المربوطة أقول لعنة لا لعنة 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 الله لعنة الله لاحظتم الآن؟ هذه الركز عليها أيضا لا تسحب للضمة من التاء المربوطة تقول لعنة شوف غلط لعنة لعنة الله أيضا لا تكور الشفاء لما أنت تفخم اللام الله غلط لعنة الله غلط لعنة الله 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 هكذا بهذه الطريقة نفخم اللام من اسم الجلال الله والهاء مكسورة مراققة لعنة الله على على هذه هم الطبيعي لكنه احنا راح نحذفها منع الالتقاء الساكنين اللام شمسية في الظالمين شوف على على رأسا من اللام من على إلى الظ لأن همزة وصل واللام شمسية بسبب مجيء حرق مشدد بعدها والضاء مفاخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف ولا لا يجري فيها النفس الله ليست منها حرفة حثة وشخص السكات لازم تخليها مركزة يعني متردد في نطقها وتصير كأنه فيها راجفة تقول أغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ واقف هكذا المظهرة بالمد العرض للسكون الآية 45 أحبتي نقرأها بنفسين واحد خذوا نفسين الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ هذه اللام اسمية مدغمة مراقبة هذه اللام مشددة هذه اللام ما أطول جريان الصوت فيها ما أسويها رخوة غلط أن تقول الَّذِينَ هذا غلط الصحيح انتبه الَّ الَّ الَّذِينَ ولا تتكِع على الذال في كل كلمة الَّذِينَ في القرآن وين ما تمر معنا الَّذِينَ ما تقول لي الَّذِينَ يَصُدُّونَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ بهذه الطريقة بعدها يَا سَاكِنَة مطّبئة حركتين يَصُو يَصُو الياء مراققة الصاد مفخمة من أحرف الاستعلاء مرتبة الثالثة الان مضمومة فما يصير تيجي وتقول ياصو لا ياصو ياصدون شوف رح يكون عندي دال مشددة دال ساكنة انحصرت ما بين صاد مضمومة ودال مضمومة فممكن انه انت رح ضم الشفاة فيها وتقول ياصدو ياصدو غلط ياصدو ياصدو ياصدون الذين يصدون عن هكذا بهذه الطريقة ضم يرجع ضم والبعض يقول ياصدو ضو 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 ما عندي أنا هذا الحرف بالحرف العربية منين جبت انت هذا الحرف ضو دو ياصدون ياصو ياصو نضم وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشافتين ضم بعدها هو ساكنة ما الطبيعة حركتين عن نون ساكن السين إخفاء عنس عنس ليش أنا عاد أسوي هذا الأمر لأنه أبين لك بأنه وين راح يصير الإخفاء عند حيز المخرج الذي بعد النون أو التنوين عنس إذن عنس عنس يعني اللسان رايح وين إلى مخرج السين عن سبيل كسرة الباء يا ساكنة بعدها ما الطبيعة حركتين لا مكسورة بعدها اسم الجلال الله هنا ترقق الله ما أنا أقلل أو أميل الألف سبيل الله لا سبيل الله شوف سبيل الله ما مثل لعنة الله سبيل الله يعني حتى لما رقق الألف من اسم الجلال الله في عظمة ما أقول أنا لا 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 سبيل الله ويبغونها سبيل الله ويبغونها ويبغ الباء مقلق لقلق لصورة في وسط الكلام تضرب المخرج وتهرب بسرعة هذا هو اضطراف في المخرج حتى لا تقول ويبغ من قل أنت وقفت على المخرج هذا ما قل قلق ويبغون غلط اسمع ويب ويبغ 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 الغين بجريان للصوت ما يجري فيها النفس إن جريت فيها النفس أشممتها خ لأن الغين والخ من مخرج واحد أدنى الحلق لكن الخ يجري فيه الصوت والنفس فلا بد أن تنتبه صوت فقط في الغين وهنا مفخم مرتبة ثالثة مضموم نضم الشفاء فيها وهو ساكنة بعدها ما طبع حركتين ألف ساكن قبلها مفتح ما طبع حركتين ويبغ 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 عواج لا غلط ويبغ 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 كسرت العين بعدين عندك تنوين فتح بعدها وهم إضغام بغنة عواج شوف ما سويها وهو صفي عواج 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 ما في غنة عواج ما في غنة لازم أنت تجيب غنى من الخيشوب عواجا عواجا إضغام بغنى عواجا وهم لا تسحب أولا لا تفخمها الهم وهو لا وهو ولا تسحب ضمة لها إلى الميم بعدين عندك الميم مع الباب الآخر اخفى شفوي هناك من يقول فرجة وهناك من يقول إطباق وكل فريق لديه دليل وأنت مثل ما تأخذ من شيخك لا تطول ولا تقصر لا تسحب إليها مشكلة الله تعالى يرضى عنكم كثير من عدكم وهم شوف أنا حصل الآن طبقة من غيري ماذا كز أهم شيء من غيري كز وهم بالآخرة وفرجة وهم بالآخرة جبت الفرجة وجبت لك الإطباق فأنت بالنسبة لك شون تريد تجيبها شون الشيخ عينطيك السند خلاص هذا هو عندك بي أي بي سي دي أي بي مكسور بالعربي هو صوت البيل انجليزي حتى أنا ما أقول بل 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 وهم بل 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 لا بل بل آخرة ألموا فيها قمرية لين بعدها همزة ولدي ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة ما تبدل حركتين الخا من أحرف الاستعلاء لكن هنا مفخم مرتبة أخيرة خامسة مكسور بل آخرة خيرا لازم تجيب تفخيم را مفخم لين مفتوح بل آخيراتي شوف الرا لازم تقرأ الرا را 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 ومن غير تكوير للشفاء تفخم لين مفتوحة بل آخيراتي كافيرون مكثير كي لما عندي تقليل ألف ساكن قبلها كاف مفتوح ما تطبيق أحركتين في كسرة الفاء رو الرأو مفخمة لأنها مضمومة و ما أجعلهن في الواو أضم الشفاء جيدا إلى الأمام أضع رأس اللسان في المنطقة اللحمية أسفل الثناية السفلة وأرفع أقصى اللسان قليلا مع قاف الفتحتين الأنف بالسباب وليبها كافيرون ولا أسحب الأون لا أقول أون شوف ضمية الشفاء في النور الساكنة هي راح تكون ساكنة ما عليها أي تشكيل لماذا قول أون أون هكذا بالمد العرضي لسه أقول كافيرون الآية أحبة الأكارم 46 حجاب جيم جواز الوقف بسيماهم جيم جواز الوقف سلام عليكم عليكم جيم جواز الوقف راح نقف عليها حتى تكون مرتاح بالقراء وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون بل 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 وقوف اللي هي الجيم جواز الوقف ومرتاح أن أكون في النفس وبينهما دائما ركز دي على يا ألين يا ساكنة قبلها مفتوح وبي غلط وبينهما بهذه الطريقة ما تقولي وبينهما يا بليونة وسلاسة وعندك ألها مضمومة هما نضم الشفاء فيها ألف ساكن قبلها مين مفتوح ما الطبيعة حركتين حي حيجاب شوف كسرة الحاء والباء ستسكن آخر الكلام قلقلة كبرى حيجاب حيجاب هكذا بس ما تمسك حيجاب لا غلط حيجاب واتقول حيجاب هكذا تقليل الألف غلط حيجاب هكذا وإذا استمرت رح يكون تنوين وضمن جاء بعدها هو وإضغام بغنة وهو وعلى حيجاب وعلى رأسة انضم كلها مع غنة من الخيشون ما سويها هو صافية حيجاب وعلى وعلى شوف وعلى حذفنا الألف هذه ما الطبيعي حذفناها منع التقاء الساكنين مع لام الأعراف فالصير لا وعلى وعلى شوف لام على إلى لام الأعراف ولام الأعراف قمرية لأن بعدها همزة متحركة فقط ليست مشددة ابغي حجك وخف عقيمه ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأن من أحرف التوسط لأن عمر وعلى الأعراف شوف هذه العين ساكنة تحتاج منك إلى تدريب وإلى صبر أن تنزل إلى وسط الحل وتحس بانزعاج في المخرج كأنه عم تبلع شيء وأن يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأن من أحرف التوسط للعمر حتى لا تقلق لها الأعراف يعرفون أو الأعراف يعرفون هذه غلط وهذه غلط فلا بدنا أن ننتبه وعلى الأعراف يعرفون الأعراف والراء مفخمة لأنها مفتوحة وتفخم الألف بعدها تبعا للراء رجال راء مراققة لأنها مكسورة رجاء رجاء رجال بسيماهم ونادوا سلام هذا غلط هذه كلها التي قررتها الآن هذه التقليلات بالألف وهذه إيمانات رجال بسيماهم ونادوا سلام هكذا بهذه الطريقة بارك الله فيكم إذن رجال شوف لن تنوين وضم جاء بعدها إضغام بغنة رجال يعرفون إضغام بغنة دائما نقول لكم النون الساكن أو التنوين مع اليا لا تجعلوا هي صافية هذا غلط ليش لأن الحكم إضغام بغنة فلا بد أن تأتي بغنة من الخيش رجال نتم ضم رجال يعرفون بهذه الطريقة والعين كما ذكرت لحضراتكم عندما قرأنا عين الأعراف والراء مرقق في كلمة يعرفون لأنها مكسورة فو فو مو فو يعرفوا لا فو فافي فو فون وهو ساكن قبلها فامضموم الطبيعي حركتين كلا اللام المشددة البعض كلا هذا غلط لا تطل جريان الصوت في اللام المشددة لأنها ليست رخوة بل بينية وتنوين جاء بعدها تنوين فتح جاء بعدها باء بسيماهم إقلاب لامين كلا بسيماهم من غير كس كلا بسيماهم البعض يقول بسيماهم بسيماهم لا هي عندك يا ما الطبيعي هنا بسيما وألف ساكن قبلها ميم مفتوح ما الطبيعي حركتين فإذا ننتبه كلا بسيماهم هكذا بهذه الطريقة هم مرققة وميم مظهرة في الوصل يعني أحذر أن تختفي لدى الوا والفا جاء بعدها وو ونادو بسيماهم هكذا لا تسحب لضمة الها إلى الميم بسيماهم غلط بسيماهم هذا الوقف الوصل بسيماهم ونادو عند الواو دربالك أنه تختفي أو يختفي عندك يعني دربالك يعني أحذر أن يختفي وحذر لدى واو وفا أن تختفي صوت الميم ونادو هنا راح يكون عندي ماذا شوف أصحاب الجنة ما أنت تقول ونادو أصحاب ميابا منادات سلام عليكم واحد يقول سلام عليكم تيجي واحد يصرخ عليكم أصحاب الجنة ونادو أصحاب الجنة لاحظتم أصحاب مرت معنا أن هذه الهمزة مراققة ما أفخمها لمجاورتها للصاد وأقول أصحاب أو أو غلط أصحاب وأعطيها تفخيم مرتبة رابعة لا أكور الشفاء أصحاب أصحاب هكذا يفعل البعض وهذا من الأخطاء الشائعة يجري فيها الصوت والنفس لا بدنا نركز عليها الصفير أيضا من صفات الصادق وألف ساكن قبل أحام مفتوح مطبئة حركتين الجنة اللامقامرية بسبب مجيء حرف متحرك الجين أبغي حجك وخف عقيمه النون مشدد الغنة ما تكون ما أمرها الجنة وطبعا اللامقامرية بينية الجنة النون سين أنس أنس مثل ما قلنا عن سبيلي أنسلا عن سبيلي أنسلا أنس أنسلا إخفاء أذهب إلى حيز مخرج السين سلام سلام لا تقليل بالألف وعندك تنوين وضم جاء بعدها عين عليكم إظهار أخي هكا علما حازو غير خاسر أول حرف من كل كلمة في هذا البيت الهمزة والها والعين والحا والغين والخا هذه حروف الإظهار الحلقية الستة أتم الضم سلام سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم يا أولين في عليكم فإذا أتمينا الضم جبنا النون المظهرة لازم يا أوعي قل لك يا ظهار فلازم تسمع النون المظهرة سكون النون سلام عليكم يا أولين مو عليكم ونادو ننتبه دائما مراقق الكاف والميم وهنا مظهرة الميم في الوقف والوصل عليكم لم لم يدخلوها ميم لم أيضا مظهرة لم يدخلوها دال مقلقة لقلقة لصغرة في كلمة يدخلوها في وسط الكلام ما أمسكها يدخلو غلط نضرب المخرج بالقلقة لقطب جد بسرعة ونهرب يد بس يدخو خو خلوها الخام مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة ضم الشفاء فيها وخلا وهو ساكنة بعدها مطا بها حركتين ألف ساكن قبلها مفتوح مطا بها حركتين لم يدخلوها وهم شوف ما تقول يدخلوها وها وهم غلط إياك أن تبتسم في الشفاء لم يدخلوها وهم وهم الها والميم مراققة لا تسحف ضمة الها إلى الميم وهم شوف هم نطقت الميم والشفاء مضمومة فننتبه وهم يطمعوا وهم يطمعون لاحظتم؟ الميم مظهرة ركز عليها في كلمة وهم الطاء في يطمعون أحرف القلقة لقطب جد قلقة لصورة في وسط الكلام رأسا أجيب التفخيم مرتبة رابعة ما يصير أن تجيبها طاء مراققة يطمعون غلط يطم يطم لازم تجيب تفخيم مرتبة رابعة وقلقة لتضرب المخرج وتهرب بسرعة يطمعون عو عو يطمعون لا تجعلون في هذه الواو بأن تضم الشفاء جيدا إلى الأمام تضع رأس اللسان في المنطقة اللحمة أسفل الثناية السفلة ترفع قصة اللسان مع قفل فتحتي الأنف حتى ما صر عنده وتتدرب بهذه الطريقة في الواو المادية ماد العرض للسكون ست حركات لأننا نقرأ بالتحقيق وممكن أن يكون أربعة بالتدوير وممكن أن يكون اثنيا بالحدر ولا تسحب للواو إلى النون تقول يا طمعون غلط يا طمعون هكذا بهذه الطريقة صفينا النون الآية 47 أحبة الأكارم نقرأ بنفس واحد وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا هذه دائما الهمزة المكسورة أنه أنا ما أختلصها وإذا إذا لا وإي أو ما أمطها وإي لا وإذا طبعا متى تكون أو متى يكون المط مط الهمزة المكسورة واضح لما يكون خلف هنون مشددة يعني فيها غنى وإن شوف هنا المطي رح يكون قليل لكن ممكن أختلصها وإذا إذا لا هي وإي وإذا ألف ساكن قبل هذا المفتوح من الطبيعة حركتين الصاد في صريفة مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة وتضم الشفاء وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم الرأو مراققة لأنها مكسورة أتأ فيها في الأخير مهموسة في الوقف والوصل الهمس لطيف ما تبالغ ولا تقلقل القلقل أن تقول خطأا صريفة أبصار شف فتأ هذا غلط أو أنه تبالغ في الهمس أيضا غلط صريفة أبصار شف فتأ فتأ هذه مبالغة في الهمس وإحنا دائما ماذا يعني أنوه ماذا أقول أنه باللطفي في النطقي بلا تعسفي إذن فتأ ب فتأ ب صري صري فتأ ب صار هم بهذه الطريقة ألبأ في أبصار هم وقلقل قلقل صغر في وسط الكلام بالقلقل ماذا قطب جد هذه أضرب المخرج وأحرب بسرعة ما أمسك الحرف من تمسك الحرف أنت ما سويت قلقلة قلقلة أنت تحفظها اضطراف في المخرج في مخرج قطب جد وسط الكلام قلقلة صغر وما أقول أبصار شف أبصار وقفت لاحظ هذا غلط إذن أب أبصار الصادو مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها أليف لكن لا تكور الشفاء تقول أبص أبصار هم هذا غلط فننتبه لهذه المسألة عدم تكوير وهي مفتوحة بعدها أليف تفاخم الأليف بعدها تبعا للصاد والأليف ساكنة قبلها صاد مفتوح مرتبة حركتين الرأو فيها مفخمة لأنها مضمومة نضم الشفاء فيها وفي الهاء والميم من غير أن أفخمها ما أقول أبصار هم غلط هم ولا تسحب ضمة الهاء إلى الميم هم غلط ميم مظهرة هم تي هم تي أسمع الميم مظهرة هكذا السكون معنى الميم أجيب المخرجين الشفوي والخيشومي للميم تلقا شوف التالتاء المكسورة ثم بعد ذلك اللام الساكنة البينية تتجلى صفاته في الحروف الساكنة تلقا القاف مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها أليف وهنا جتمع حرف المد الأليف والهمزة في كلمة واحدة مدواجب متصل يمد أربعة وخمس حركات تلقا شوف ما تقول تلقا لا تكور الشفاء هكذا تلقا شوف الهمزات متتابعة متتالية همزة تلقا وهمزة أصحاب تلقا أصحابي هذه أصحاب مرت معنا في بداية الصفحة أنه الهمزة مراققة الصادم مفخمة مرتبرة بيعلي أنها ساكنة يجري فيها صوت والنفس ومن أحرف الصفير فما أقول أصحابي غلط أ أصحاب ولا تكور الشفاء في الصاد أصحابي غلط أصحا أصحا أصحابي ولا تقول حابي أصحابي النار غلط هذا تقللت الألفات فما تبتسم بالشفاء ولا تسهب اللسان إلى الخلف ولا تجعل اللسانا منبسطا إذن أصحابي النار الألنام الشمسية في النار بعدها حرف المشدد النون المشددة يعني غنة أكمل ما تكون ما أنبرها وما أقلل صوت الألف بعدها الراء مفخمة في الوقف طبعا إذا أنا وقفت للاختبار لأن ساكنة قبلها ساكن قبلها مفتوح لكنها في الوصل تكون مكسورة مرققة من غير أن أميل الألف أصحابي النار قالوا غلط أصحابي النار قالوا قالوا القاف مفخمة مرتباء أولى مفتوحة بعدها ألف من غير تكوير للشفاء ما أقول قو قالوا غلط قالوا وتفخم الألف بعدها تبعا للقاف والألف ساكنة قبلها قاف مفتوح ما الطبيعة حركتين لوم مرققة وهو ساكنة قبلها لا مضمون ما الطبيعة حركتين را ربنا باء شديدة مجهورة را مفخمة لأن مفتوحة تقرأ را 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 مو رو ربنا غلط را را شوف الباء شديدة مو أقول ربنا ربنا كانوا في هوا ليس في هوا الباء ليست من أحرف حتى شخص سكت ربنا شوف نا هذه ما الطبيعي ألف ساكن قبلها نون مفتوح ما الطبيعي حركتين لا ما الطبيعي ألف ساكن قبلها لام مفتوح تجعلنا الجيمو مقلقلة فيها قلقلة صغرة في وسط الكلام مثل كلمة أبصارهم حتى أنا ما أمسكها تجعلنا غلط تج تج تجعلنا تج تجعلنا تج 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 تجعلنا مو تجعلنا وعندك اللام ساكنة المعظم على الأسف يضغم هذه اللام في النون يقول تجعلنا وين ها اللام لازم تجعلنا تجعلنا هكذا أسمع البينية في اللام هكذا الوسط يعني التوسط يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط للعمر ألف ساكن قبلها نون مفتوح ما الطبيعي حركتين مع مع شوف رأسا إلى اللام من القوم لأنه لديها مزة وصل ولام القوم قمرية لأنه بعدها قاف مفتوحة فقط والقاف أبغي حجك وخف عقيمه واللام قمرية لابد أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لنا من أحرف التوسط للعمر معلق معلق شوف ألق أعطيها تفخيم مرتبة ثانية مفتوحة ولا أكور شوفا معلق معلق هذا غلط ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ما هي ليونة وسلاسة وسهولة أنت نظرتك أنه صارت الوا مشددة وهذا من الأخطاء الشائعة التي واحد يقراها وما ينتبه لها وصارت كأنه سريقة عنده وهذا خطأ الظالمين القوم شوف ميظ من الميظ المكسورة إلى الظ لأن لديها مزة وصل ولام شمسية لأنه بعدها حرب مشدد والظة تحتاج إلى عدم رجفة استقرار الله مؤDD هكذا بها رجفة فلا تتردد فيها وصوت من غير نفس يعني ما مهموس ما تقول تتخرج لي عاصفة من حلقك وأنت تقرأ لي أغبة فلما تنتبه أغبة في نطو حروف الاستعلاء السبعة إذا كانت مفتوحة أو مفتوحة بعتها ألف عدم إعمال أشفاء أظه الظالمين والله طلعين ناسات اليوم ناس بالتكتوك وما شابه قلت لك لا لازم تكور الشفاء في الراغ في الظا في الصاد هذا حتى يبين عندك التفخيم وهذا ضروري وهذا ما أنزل الله به من سلطان بربالكم الظالمين شوفوا وأظام مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف تفخم الألف تبعا للضا ألف ساكن قبلها وضا مفتوح من الطبيعة حركين لي مي كسرات دائما أنبهكم على الكسرات عدم اختلاسها واليام ما بين الميم والنون فلا بد أنه أنا أخلصها من الغنى أخفض الفك السفلي شوف هي غنى هكذا صفت عندي لما أنا خفضت الفك السفلي وأقف المد العارضة للسكون راح يكون عندي الآية 48 أم أيضا راح نقرأها بنفس واحد خذوا نفس عميق وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ وَنَادَى أَذِي الْأَلِفِ بعد النون ساكنة مطبئة حركتين ثم يجيني مطبئة ألف ساكن قبلها دال مفتوح لكن راح يتحول هذا المد الطبيعي إلى مد جائز منفصل بسبب مجيء همزة أصحاب يمد حركتين من طريقة طيبة بقصر المنفصل وَنَادَى أَصْحَابُ وَأَربْعَ خَمْسَةَ من الشاطبية وَنَادَى أَصْحَابُ هذه أصحاب مرت معنا كثيرا وهذه وسر بعد راح يجيني أيضا في الآية رقم خمسين وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ هذه الهمزة مراققة ما أقول أَا أَا أَسْ أَسْ ولا تقول أَسْ أَسْ فلنتبه في كل الكلمات الموجودة من كلمة أصحاب في هذه الصفحة ومفخم الصاد مرتبة رابعة لأنها ساكنة الصاد يجري فيها الصوت والنفس والصفير أقوى أحرف الصفير الصاد هي ثلاثة صاد سين زي لا أقول وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا هذه غلط كلها إمالات طبعا مع العلم أن الأعراف فيها تكون الألف مفخمة لأنها بعد الراء مفخمة فننتبه عدم إمالتها أَصْحَابُ بُلْ أَعْرَافِ شوف بُلْ انتبه بُلْ أَعْرَافِ من الباء المضمومة هذه إلى لام الأعراف القمرية لأنه بعدها همزة فرأسا البعض رح يسحب ضمة الباء هذه إلى لام الأعراف رح يقول أصحاب الأعراف شوف بُلْ 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 أنا نطقت اللام والشفاه مضموم وهذا من الأخطاء الشائعة لا تسحب لضمة الباء طيب الباء مضمومة في كلمة غير الأعراف ليش تسحبها فننتبه أصحاب الأعراف وأعطيها البينية الأعراف يعرفونهم شوفوا هنا ماذا عندنا؟ العين الساكنة الأعراف يعرفونهم لا بد أن تنزل إلى وسط الحال لأن العين العربية الفصيحة عميقة وأن تحس بانزعاج في المخرج وكأنه عم تبلع شيء وأن يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لأن عمر في أثنينهم الأعراف يعرفونهم ليش؟ لأنه ممكن تقلق لها الأعراف يعرفونهم أو عيمة الأعراف يعرفونهم هذه من أدنى الحلق وليس من وسط الحلق هذه تحتاج من عندك تدريب ورح تيجي معاك بإذن الله الرأو في الأعراف مفخمة لأنها مفتوحة وتفخم الألف بعدها تبعا للرأو رجالا الرأو مراقق قلمك سورة وعندك البعض يقرأ رجالا شون رجال رجالا شون سبحان الله رجالا رجالا يعرفونهم هكذا ألف ساكن قبلها هنجيم مفتوح ما الطبيعي حركتين تنوين فتح جاء بعدها يعرفونهم ادغام بغنة أي قل لك الحكم ادغام بغنة ليش تسويها يا صافية تقول رجالا يعرفونهم هذا غلط انتبهوا لازم تجيب غنة أنت من تقرأ أحكام النون الساكن أو التنوي النظري بعدين تيجي تطبق غير ما قرأت أنت شلون أنت افتهمت الموضوع فلابد أن تنتبه رجالا شوف رجالا يعرفونهم العين حكينا عليها مثل ما حكينا بعين الأعراف الرأوف يعرفونهم مرقق لهم مكسورة فو وليس فو يعرفوا غلط ليش تفخمها الفو ففي فو يعرفونهم بهذه الطريقة وهو ساكن قبلها فمضموم ما الطبيعي حركتين نهو نهوم شوف ما تقول شوف أنت عندك ميم بعدين بقى بسيماهم إخفاء شفوي فأنت راح تشوف كأنه تأثر الضم الها بالإخفاء يعرفونهم غلط أنتبه ترجع بالشفاء الوضع الطبيعي يعرفونهم بسيماهم إخفاء شفوي كما دائما نقول لحضراتكم فرجة أو اطبط من غيرك كل فريق لديه دليل هو أنت كما تأخذ من شيخك بي سيماهم مرت معنا بي سي البعض يقول بي سيماهم بي سيماهم وهذا خطأ لأنه أنت عندك يا بعد السين وهذا ما الطبيعي يا ساكنة قبلها سين مكسورة ما الطبيعي حركتين ما ما الطبيعي حركتين إذن بي سيماهم هكذا ولا تقول هم قالوا دائما ركزي على عدم سحب ضمة الهاء إلى الميم بحيث تضم الشفاء في الميم هم غلط هم قالوا أسمع الميم المظهرة ولا أنا أكبر قطرة التكوير حتى تطلع مفخمة معي بي سيماهم غلط فننتبه لهذه المسألة ميم مظهرة بي سيماهم قالوا القاف مرت معنا هذه قالوا مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف الألف تفخم تبعا للقاف الألف ساكنة قبلها قاف مفتوح ولا أكبر الشفاء في قاف أقول قالوا هلنتبه قالوا ما هكذا بهذه الطريقة وعندك ما الطبيعي حركتين ووساكنة قبلها لا مضمومة ما حرف المد أغنى الهمزة إذن مد جائز منفصل يمد حركتين من طريقة طيبة كما قلت في ونادى أصحاب قالوا ما أغنى هذا قصر المنفصل أو ما أغنى هذا الشاطبية أربع خمس حركات أغ شوف أغ أغ مو أغنى لأن عندك أنت الغين من أحرف الاستعلاء وهنا مفخمة مرتبة رابعة ويجري فيها الصوت فقط الغين وهمزة مراققة فممكن تقول أغنى وهذا خطأ إذن أغنى ولا تقول أغ أغنى طيب أنت ليش كورت الشفاء هي ساكنة ليش ضميت الشفاء في الغين وهي ساكنة فننتبه عندك كاليف ساكنة في كلمة أغنى قبلها نون مفتوح ما الطبيعة حركتين انتبه ما أغنى عنكم هكذا عنك عنك نون كاف أذهب إلى مخرج الكاف أتهيأ لنطح حرف الكاف إخف عنك ك جمع ك ك ماذا كل كلمات تنتهي بالكاف والميم بالها والميم بالتا والميم هذه مراققا وميم مظهرة ولا أسحب ضمة الكاف إلى الميم عنكم جمعكم ها هذا غلط إذن عنكم جمعكم وما وخاصة إيش لو أحذر لدو وفان تختفي جمعكم جا بعدها و وما كنتم فننتبه أنه الميم تظهر معايا ما يختفي صوتها جمعكم البعض يقرأها جمعكم دائما يقلقل الميم الساكنة الميم ليست من أحرف قط وجد الميم من أحرف التوسط البينية لنعمر فلا بد أن تعطيها البينية حتى أنت تتخلص من القلقلة لا تقول جمعكم هذا غلط الصحيح جمعكم 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 وما جمعكم وما كنتم وما ألف ساكن قبل همين مفتوح ما الطبيعة حركتين كنتم دائما أحرص لي على هذه الكلمة كنتم في القرآن نون ساكنا حصرت ما بين كاف مضموم وتاء مضموم وبعدين عندك نون مع التاء إخفى لازم أروح إلى مخرج التاء فالبعض يقول كنتم كأنه صارت واو وهذا غلط وانت ضميت الشفاء في النون وهذا غلط إذن كنتم وتنطيني إحساس الغنى مع التاء ما تقول كنتم هذا غلط فانتبه وما كنتم وما كنتم وما كنتم تستكبرون تس سين تتجلى صفات في الخروف الساكنة الصين الصفير يجري فيها الصوت والنفس تس مو تس تس موين الصوت هكذا البعض يخنقها اسمع تست 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 تك تك الكاف وهنا مهموس همس لطيف ساكنة لا أقلق لها تست كبيرون أو أبالغ في الهمس تست كبيرون اكسر اكسر البعا الرام مفخمة لأنها مضمومة ولا أجل غنة في الواو أضم الشفاء جيدا إلى الأمام وأضع رأس اللسان في المنطقة اللحمية أسفل الثناية السفلة وأرفع قاس اللسان وأضغط هكذا أنا أغفر تست تست كبيرون لا أسحف ضمة الواو إلى النون أون لا غلط أون أرجع بالشفاء إلى الوضع الطبيعي الله تعالي يرضى عنكم الآية 49 شوفوا لا ينالهم الله برحمة برحمة عليها علامة جيم جواز الوقف رح نقف هنا وبعدين نكمل رح نصير الآية مقطعين أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أهؤلاء شوفوا هذه رح يكون عندي أنا أولا مد جائز منفصل أهؤلاء هذا حرف المد فيه أهؤلاء بعدين أو أهؤلاء همزة رح يكون عندي مد جائز منفصل ممكن أن أسويها قصر المنفصل طيبة أهؤلاء شوف أو أنه أسويها شاطبية أهؤلاء أهؤلاء الهمزة في كلمة واحدة مد واجب منتصل إذن أنا عندي أول مرة مد جائز منفصل يمد أربع خمس حركات من طريق الشاطبية أو حركتين من طريق الطيبة قصر المنفصل ثم بعد ذلك أهؤلاء فيها أهؤلاء عفوا فيها الألف حرف المد والهمزة في كلمة واحدة ويمد مد واجب منتصل أربع وخمس حركات هذه نركز عليها أهؤلاء الذين أقسمتم شوف الذين مو الذين ليش تنبر للذال ليش تتكع على الذال واللام ليش تمسكها اللام بينية ليست رخوة فهذه لازم ننتبه عليها اللام اسمية مدغمة مراققة اللام هذه مشددة ليست رخوة يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأن من أحرف التوسط لأن عمر ألبس ذين مذين أهؤلاء الذين أقسمتم يا ساكنة قبل هذا المكسور ما الطبع حركتين أقسمتم الهمزة هنا أيضا مراققة والقاف ومفخمة مرتبة رابعة ومقلقلة زين ساكنة فلابد أن تأتي بقلقلة مفخمة مقلقلة مراققة قاف أقسمتم هذا غلط إذن اسمع للتفخيب أقسمت أقسمتم أقسمتم ولا تقول أقسمتم لا تفخي من همزة إذن خلصناه وما تمسك لها أقسمتم أقسمتم أنت وقفت على المخرج يجب أن تضرب المخرج وتهرب بالقلقلة كما أذكر دائما لكم اضطراف المخرج أقسمت 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 تعطيها تفخيم ميم ساكنة مثل ما جمعكم ممكن أن تقول أقسمتم سامتم سامتم هذا غلط فإذن لازم تنطيها بينية حتى أنت تتخلص من قلقلتها أقسمتم تم مرققة تا والميم والميم مظهرة أقسمتم لا شوف تم لا لا تسحب لضمة التا إلى الميم تم لا غلط أقسم تم لا يا نال لهم الله لا ألف ساكنة قبلها لا مفتوح ما طبيع حركتين يا نال ألف ساكن قبلها نون مفتوح ما طبيع حركتين لهم لهم مرققة لهم وميم مضمومة قبل اسم الجلال الله إذا تفخم اللام من اسم الجلال الله متفقين أنه قبل اسم الجلال الله مفتوح أو مضموم تفخم وإذا كان مكسور أو ترقق لا ينالهم لا تفخم لي الميم ليش لأنه راح أنا أجيب اللام مفخم من اسم الجلال فرح أفخم غمو غلط لا ينالهم الله الله لاحظتم الآن الله فننتبه الله برحمة شوف الباب مكسورة وعندك الراء كيف أنه جبناها قرع بيرا ولا أكور شفاء بيرو لا بيرا بيرحمة والحاء في كلمة رحمة بيرحمة وكلمة تحزن ساكنة راح تكون رقيقة لطيفة ما تطلع لي شحطة فيها وبحة بيرحمة تحزن هذا غلط اسمع بيرحمة 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 واقف بي تام ربوط راح تكون ها احتزاز اللوتار الصوتية مع جريان للصوت والنفس إذا استمرين راح يكون عندي تنوينه كاسرينجا بعد همزة ادخله راح يكون عندي يظهار اسمع كيف راح نسمع النون بيرحمة تيني دخل بيرحمة تيني دخل هكذا إذا أنا استمرت أما إذا وقفت راح أقف بي ها ننتبه إليها بعد ذلك راح أبدأ بكلمة ادخل راح أبدأ بهمزة مضمومة تبعا لثالث الحرف تتبع ثالث الحرف مضموم وراح يكون عندي دال ساكنة ما بين ضمتين فممكن أقول ادخل ادو ادو شوف ليش أنا ضمت الشفاء في الدال فلازم أنا أضم أرجع أضم يعني أضم في الهمزة ثم أرجع في الدال ثم أضم في الخاء ادخل ادخل شوف القلقلة رأسا أضرب المخرج وأهرب ما أقول ادخل غلط ادخل هكذا ادخل الجنة ادخل الجنة بهذه الطريقة الخام مفخمة مرتبة ثابتة لأنها مضمومة واضم الشفاء فيها وفي اللام وشوف راح يكون عندي أنا الواو في كلمة ادخل ساكنة قبلها لام مضموم ما طبيعة حركتها لكن راح نحذف هذه الواو راح تبقى بس عندي لام مضمومة منع الالتقاء الساكني مع لام الجنة فصير لولجنة لولجنة ادخل الجنة مو ادخل الجنة شوف راح يصير ثقيلة اذا ادخل الجنة الآن في كلمة الجنة قمرية لأنه بعدها جيم متحركة فقط ابغي حجكا وخف عقيمه ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها الصوت لفترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط لأن عمر النون في كلمة الجنة مشدد الغنك مالما تكون ما ننبرها الجنة غلط ادخل الجنة انت لا صيح عليهم هذولا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون انت تقوم تصرخ لي بالجنة أتخوفهم انت ادخل الجنة لا خوف لاحظتم الآن لا خوف الألف ساكن قبلها لا مفتوح ما الطبيعي حركتين الخاء في كلمة خوف مفخمة مرتبثان لأن مفتوحة واولين فيها فنتبه عليكم يا أولين شوف انت شلون الله تعالي يرضى عنكم عم تنطينا حروف اللينة هنا حتى أنا أنطقها بليونة وسلاسة وسهولة ما أقوم أصرخ أنا على هالجنة زين ادخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون انطيني هذا الانطباء الله تعالي يرضى عننا داخل الجنة ما داخلنا النار نعوذ بالله من نار جهنم زين لا خوف واولين فن تنوين ضم جاء بعدها عين اظهار أخي هكا علما حازو وغيره خاسر علما عين اظهار إذن لازم أتم الضم بعدين نون اظهار بعدين عين خوف شوف خوف فن عليكم ف فن أتم الضم بعدين فن عليكم يا أولين عليكم هذه مراققة الكاف والميم ميم أظهر بعدها وولا أنتم وإني واحذر لدى ومن وفا أن تختفي عليكم ولا عليكم ما عليكم لا تسحب ضمة الكاف إلى الميم عليكم غلط عليكم ولا ألف ساكن قبلها لا مفتوح ما الطبيعي لكن رح يتحول إلى مد جائز منفصل بسبب مجيه همزة أنتم يعني ممكن أن أمدها حركتين من طريقة طيبة قصر المنفصل ولا أنتم أو شاطبية أربعة خمسة ولا أنتم لاحظتم أنتم نون تا أنت أنت أذهب إلى مخرج تا حتى تجي الغنة عندي مضبوطة مالخ فنون مع التا ميم مظهرة تم لا أسحب ضمة التا إلى الميم ولا أنتم تحزن وشوف الحا تحزن 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 مو تح 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 هذه شعطة بحة فالطفوا بالحا الله يرضى عنكم الساكنة تح تح نو 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 شوف الواو إن حصرت ما بين نونين إجباري غنة فلا بد أن أنت تضم الشفاء جيدا إلى الأمام وتضع رأس اللسان في أسفل المنطقة اللحمية في المنطقة اللحمية أسفل الثناية السفلة وترفع قصر اللسان وتخفل فتحتين الأنف حتى نو غلط لون ولا تسحب الواو إلى النون أون أون غلط أون هكذا بهذه الطريقة والآن الآية خمسين لدي جيم جواز الوقف على اسم الجلال الله أو مما رزقكم الله ونكمل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار هذه مرت معنا ونادى أصحاب جامد جائز منفصل وأصحاب الهمزة مراققة وصال مفخمة مرتبة رابعة وجران الصوت النفاس ما أفخم الهمزة ما أكبر شفاف الصاد في أصحاب وأصحابه يعني أصحاب النار أصحاب الجنة هذه ننتبه عليها وشرحناها كثيرا مطولا في هذه الصفحة أفوا النار اللام الشمسية بينما اللام في الجنة قمرية النار ليش؟ لأنه بعدها حرب مشدد والنون المشدد الغنك مالما تكون ولا أميل الألف لا أقلل ونادى الناري هذه غلط ونادى النار الغنك مالما تكون من غير نظر الناري غلط النار الجنة غلط الجنة أن بهذه الطريقة فننتبه بارك الله فيكم ليش اللام قمرية في الجنة لأن بعدها حرف متحرك فقط ليش اللام شمسية في النار لأن بعدها حرف مشدد الراء في النار مرقق لأنها مكسورة والجنة النون المشدد الغنك مالما تكون الجنة أن النون ساكنة بعدها همزة أفيض وإظهر أن أ شوف أعطيها المجال أجيب المخرجين اللساني والخيشومي للنون أن أفيض أن أفيض أفيض الياء أساكنة قبلها فأمكسور ما الطبيعة حركتين الضات اتكاء من أحدى حفتين اللسان مع ما يحادي من الأدراس العليا فننتبه ما أقول أفيض هناك فرق بين الضائي والضادي أفيض شوف أفيض ض ض وأعطيها تفخير مرتبة ثالثة وبعدها ساكنة من طبيعة حركتين أن أفيض علينا شوف ما هي علينا يا أولي أنت تجي تصيع علينا لا علينا يا أولي مليونة وسلاسة ساكنة قبلها مفتوح بعدين ألف ساكن قبلها نوم مفتوح ما الطبيعة حركتين مين كسرة الميم الماء اجتمع طبعا اللام القمرية من بعدها حرف ميم متحرك واجتمع حرف المد الألف والهمزة في كلمة الماء مدواجب منتصب يمد أربعة وخمس حركات مين الماء مين الماء أو مم هذه إيمالات وتقليف تقليل أحبتي الصحيح مين الماء أو مم طالعيني مدرسين ومدرسات ستذاكر اليوم أدى أشوف واحدة تقول لما تأتيك الألف ابتسب الماء ولما يأتيك التفخيم حرف الاستعلاء ورأ كشر أصح يا إلهي كشر والله هكذا سمعتهم يقولون في التكتوك إيش تقول إيش تحكي مع الناس ابتسم وكشر مين الماء أولين أو مي أو مي بليونة وسلاسة مي كسرت الميم بعدين ميم مشددة الغنى كما لما تكون من غير نبري ميم ما رزقوكم غلط أو ميم ما هكذا الميم جبت الغنى من غير نبري الغنى كما لما تكون بعدين ألف ساكنة من طبيعة حركتين را زا را زا قا شوف الزاي مراققا حصلت ما بين الراء مفخمة مفتوحة والقاف مفخمة من أحرف الاستعلاء مرتبة ثانية وكومو هذه أيضا انحصرت ما بين القاف قبلها ورح تكون ميم مضمومة بعدها اسم الجلال الله تفخم الله فممكن أن نصير را زا قا كومو الله فخمت الزاي والكاف والميم وهذا فلنتبه را زا قا كو را زا قا كومو الله را زا قا كو را زا قا كومو الله كومو ما تقول كومو شوف لسحبت لضمة الميم إلى اللام من الله لا تقول الله لا الله رزا كومو الله وهكذا الها باحتزاز لو تار الصوت رجل ريال للصوت والنفس جيم جواز الوقف هنا قالوا هذه مرت معنا كثيرا قاف مفتوحة بعدها ألف مفخمة مرتبة أولى لا كور الشفا قل قالوا لا قالوا تفخم الألف تبعا للقاف ألف ساكن قبلها قاف مفتوح ما الطبيعي حركتين لا هذه راح يكون عندي ما الطبيعي لكن راح يتحول إلى مجيز منفصل بسبب مجيء همزة إن فالصير قالوا إن هذا ماذا قصر المنفصل طيبة قالوا إن هذا ماذا شاطبية أربع خمس حركات جائز منفصل إن همزة همزة مكسورة ما تقول إن لا أو إن هذا مط فلا نمط ولا نختلس إذن إي إن شوف النون غنك مالما تكون من غير النبرين إن الله نا مفتوحة قبعد بعدها اسم الجلال الله تفخ من لا ما فخ من نون ما قل إن الله في الرأة الساكنة فخ تبعا لما أضغبت فيه رأة مفتوحة حر ما أقول حر لا حر وأقرأ هر وأخفي تكريرا إذا تشدد هذه رأة مشددة ما أقول حر ما هما هذا غضب أو حر وين قرع الرأة فلا بد أن تقرأ حر ما هما ولا فخ ما هما حر ما هما لا حر ما هما على شوف ما هما على ألف ساكن قبلها من مفتوح ما الطبيعي حركتين على راح يكون عندي ما الطبيعي على لكن راح نحذف هذه الألف منع الاتقاء الساكنين مع المالكافرين فصير على الك شوف على المع الكافرين الغلط شوف 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 بها ثقل فحذف منع الاتقاء الساكنين على الكافرين ألا في الكافرين قمرية لسبب مجيء حرف متحرك الكاف يبغي حجك وخف عقيمه لما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها صوت فترة زمن بسيط لدينا من أحرف التوسط للعمر ألف ساكن قبلها كاف مفتوح ما الطبيعي حركتي فيرين فيرين كسرت الفا والراء والراء مراقق لهم مكسورة ولا أخفض الفك السفلي الكاف رين بهذه الطريقة وقفنا بالمد العرض للسكون ست حركة لاي الأخيرة 51 أحبتي في الله لدي علامة صلة على كلمة الدنيا وبعد ذلك أكملها فخلونا الآن ناخذ نفس الشكل حتى نقرأها نحن مرتاحين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الذين اللام اسمها مضغمة مرققة هذا هو اللام مشددة فلابد لي أنه أنا ما أطيل جريان الصوت فيها لأنها ليست رخوة يعني ما يصير تقول الذين اتخذوا هذا غلط الصحيح الذين لا تنبروها يعني الذين اتخذوا هذا غلط فإذا الذين اتخذوا لاحظوا هكذا من غير اتكاء ولا نبر بعدها يا ساكنة ما الطبيع حركتين الذين اتخذوا نتخذوا اتخذوا شوف ثالث الحرف مفتوحة رح نكسرها هذه إذا سئلتنا الاختبار لكن نت نت الذين اتخذوا اتخ التاء مراققة الخاء مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة وبعد ذلك عندك طبعا من غير تكوير للشفاء ما تقول اتخذوا غلط اتخذوا واو ساكنة قبل هذا المضموم نضم الشفاء فيها ومط بها حركتين دينهم شوف دينهم كسرة الدال يا ساكنة بعدها مط بها حركتين وفركزتي على الهم هذه لازم اجيبها انا مراققة ما اكبر قطرة التكوير حتى لا تقول هم ومظهرة دينهم لا شوف ما سحب الضمة الها الى المي دينهم لا غلط دينهم لا شوف الها باهتزاز الوتارة الصوتية تتجلى صفات الحرف في الساكنة لا هكذا الها هناك فيديو اربع دقائق تدرب على نطر حرف الها حتى تشوف الميكانيكية شونا نجيب هاي الهزة وجريان الصوت والنفس لا 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 البعض يسويها لا 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 صافية التنوين مع الوا ادغام بغنة اذا لازم يجيب لغنة من الخيشوم لا 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 لغنة مع ضم الشفاء ولعب كسرة العين وتنوين عندي مع الوا ولعبا وغرتهم ايضا ادغام بغنة تنوين فتح كلمة ولعبا مع الوا وغ الغين مفخمة مرتبة ثانية مفتوح من احرف الاستعلاء الرأة مشددة بفتح اذا مفخمة الرأة الساكنة فيها تفخم تبعا لما اضغمت فيها الرأة المفتوحة التأو ساكنة مهموسة همس النطيف ما اقلق لها وغرتهم غلط او وغرتهم مبالغ في الهمس لا تبالغ ولا تقلقت وغرت وغرتهم وغرتهم لا تقول وغو وغو لا تكورش فهي غين مفتوحة ويجري فيها الصوت لا يجري فيها النفس وغرتهم الحياة هم مراققة هم ولا تسحبها إلى هذه الضمات إلى آلام الحياة وهم الحياة غلط يسحب لضمات غرتهم إلى الحياة كلمة أخرى فننتبه هذا هو تخليص الحركات أحبتي وغرتهم الحياة الدنيا الحياة اللام قمرية الدنيا اللام شمسية ليش مشددة جاء الدال مشددة بينما الحياة حا مفتوحة ابغي حجك وخف عقيمه لما تكون اللام قمرية يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط لن عمر كذلك فاليوم اللام قمرية زين ليش يا ابغي حجك وخف عقيمه الحياة مو الحياة الدنيا الحياة الدنيا هكذا تفعلها الدال شديد مجهور فانتبه الحياة الدنيا ت ت شوف همس لطيف التا فيها همس لا يعدم الهمس حتى في المتحرك لكنه يكون نطيف فننتبه الحياة الدنيا لاحظتم نضم الشفاء في المضموم الدنيا نون مع اليا إضغام لا لا يوجد إضغام في كلمة واحدة الإضغام دائما يكون في كلمتين هذا إظهار مطلق لأنه يتغير المعنى إذا قلت الدنيا دنيا إذا أنا طبقت حكم الإضغام الذي هو النون الساكنة مع اليا فإذن الدنيا 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 غلط الدنيا وقف بما الطبيعة حركتين صلة تفيدون الوصل أولا مع جواز الوقف هنا على كلمات الدنيا فاليوم شوف رأسا من الفائل اللام لأن لديها همزة وصل وفيها وولين فاليوم ننساهم ما تصرر فاليوم ننساهم طيب ما هي وولين وولين واو ساكنة قبلها يا مفتوح فإذن بليونة وسلاسة فاليوم ننساهم ننس ننس نونسين إخفاء ننس ننس أذهب إلى حيز مخرج السين أتهيى لنطق حرف السين ننساهم هكذا بهذه الطريقة ولا أقول ننساهم كما هذه إيمالة وتقليل فغلط ننساهم هم 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 شوف مرققة ولا أسحب ضمة الهائلة المين هم كما غلط ننساهم كما بهذه الطريقة وأظهر بالمين كما أليف ساكن قبلها مين مفتوح ما الطبيعة حركتين ناس ما الطبيعة حركتين وهو ساكنة قبلها سين مضمومة لقاء اجتمع حرف المدوى الهمزة في كلمة واحدة مدواج متصل في كلمة لقاء والقاف مفخم مرتبة أولى لأن مفتوحة بعدها أليف ما أقول لقو لا تكور هي مفتوحة بعدها أليف أنت تجد تخلي لقو غلط لقاء هكذا لقاء يومهم يومهم واولين ساكنة قبلها مفتوح ميهم كسرة الميم والها والميم مظهرة لقاء يومهم هذا شوف كيف أستطعم الحروف يومهم ما يومهم غلط يومهم صح مليونة وسلاسة يومهم هذا هذا شوف ما هذا وما كانوا بآياتنا غلط الله يرضى عنكم هذولو منسيين تركهم الله سبحانه وتعالى أعرضوا عن الله فأعرضوا الله عنهم شوف شو حالتهم ما تجيب لي آبا كيوت هذا وما كانوا أليف ساكن قبلها مي مفتوح ما الطبيعي حركتين كانوا أليف ساكن قبلها كاف مفتوح ما الطبيعي حركتين وهو ساكن قبلها نوم مضمون ما الطبيعي حركتين وما كانوا وما كانوا بأنوا شوف نضم الشفاف المضموم وكله مضموم فلن يتم إلا بضم الشفاتين يضم فإن ترى القارئة فإن ترى القارئة لن تنطبق شفاه فكن محققة أيها المعلم كن محققة بي آ شوف بي اي بي سي دي بي هذا البال مكسور بي مو بي آية بي بي لا بي 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 آياتنا قبلها مفتوح مد بدل حركتين يا ساكن قبلها مفتوح مط بي حركتين تينا كسرت بي آياتنا يج حدون يج بي يج حدون شوف أنا رأسا أضرب المخرج في الجيم المقلقة لقلقة للصورة قطب وجد قلقة للصورة في وسط الكلام هذه يا ج حدون أنا وقفت مساكتها وهذا خطأ شوف ما في أغنى ليش؟ تنضمي الشفاء إلى الأمام جيدا وضعت راس اللسان أسفل الثناء السفلة في المنطقة اللحمية ورفعت أقصى اللسان ولا أقول أون أسحب ضمة الوا والدال إلى النون أون غلط أون هكذا ترجع الشفاء الوضع الطبيعي في هذه النون الساكنة لما لقب المدى العرض للسكون ستحركة انتهت الصفحة 156 أحبتي في الله بفضل من الله ومنه وكرمه هذه القناة وما فيها أحبتي في الله كلها في سبيل الله صدق جاري عني وعن زوجتي وعن كل المسلمين الأحياء والأموت فاخذوا ما شئتم وقطعوا ما شئتم وانشروا في أي مكان شئتم دون الرجوع إلي ودون الاستئذان مني منشورات كتب للتعليم ما شاء الله لقوة الله من الله خذوا أي شيء ولي ولكم الأجر والدال على خير كفاعله ربنا أتنا في الدنيا حسن وفي الأخيرة حسن وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر